أم لا؟ وماذا عن التهم التي تطاله بشأن رغبته تعطيل الاستحقاق واستباقه الردود المنتظرة التي ستصدرها الدائرة الدستورية حول الطعون في قوانين الانتخابات وهل جهوده المنصبة في مسائل قانونية هي أولى من وضع قاعدة دستورية تمكن قرابة ثلاثة ملايين لبي من الذهاب للتصويت واختيار حكومة وبرلمان وتجاوز الحقبة المؤقتة التي علقت فيها وكأنه طريق لا نهاية له نتوسع في هذه التساؤلات مع ضيوفنا خلال ساعة من هذا المساء أهلا بكم مشاهدين قبل تطرق مشاهدين إلى تفاصيل موضوعنا في هذا المساء نذهب ونلقي نظرة على أهم تدوناتكم على وسائل التواصل الاجتماع التي لها علاقة بموضوع حلقتنا لهذه الليلة البداية مع حنان بوحليقة اللي قالت أحسن قرار إنشاء محكمة دستورية لتأكيد ومراجعة جميع القوانين والقرارات واللوائح المخالفة للدستور وإلغاءها وتنظيم الاختصاصات للمؤسسات وشكل النظام الحكم وضبط كل مسؤول ضمن اختصاصة المحددة دستورية في تعليق ثاني لجميلة علي تقول حط صاحبك رئيس للمحكمة باش تختم تعليق آخر لحسان عمر قال في خربها البرلمان حتى المؤسسات القانونية لعبوا فيها على وحشيتة وحتشوفوا يمن تطلبون وتنصرون الباطل أنهم يقودون البلاد إلى الهاوية وستندمون حين لا ينفع الندم واعلموا أنكم قد شاركتم في ضياع البلاد في تعليق آخر لأبو محمد علي قال تو يفصلوه ويخيطوه على مقاس كم أنت والشلة الباقية من الجسد الممسق هكذا كان تعليق أبو محمد في تعليق آخر من صادق يقول يشوف فيه أن هذا السبب يريد أن يسبق الأحداث ويجعل من المحكمة المقترحة مخرجا له ولمن وراءه ويبطل ما تحكم به الدائرة الدستورية في تراب استخدموا في تعليق لرياض مصطفى يقول خمسة سنين وهنا في مشروع محكمة دستورية إذن مشاهدينا هذه كانت عينة من تدويناتكم لمحاولة استقراء جوان لموضوعنا الليلة ينضم إلينا كل من عميد كلية القانون بجامعة سرط الدكتور خليف أحواس والدكتور سامي العالم المختص الدستوري والباحث السياسي وأيضا الدكتور سامي العالم والمحامي بالمحكمة العليا الأستاذ ظو المنصور ضيوفي أهلا وسهلا بكم جميعا اسمحوا لي أن أبدأ مع الدكتور خليف أحواس دكتور مجلس النواب ناقش اليوم مشروع قانون المحكمة الدستورية التي اقترحها عقيلة صالح وتم تصويت على إحالتها للقضاء الأعلى لإبداء الرأي الفني والملاحظات بالخصوص وخصوص المواد القانونية برأيك ما مدى قانونية تشكيل محكمة دستورية عبر تمرير القانون من خلال البرلمان بسم الله شكرا عليك في فرصة يعني بداية اللغة يقول أن وجود محكمة دستورية بشأنه أنه يصون الدستور ويحمل حريات ويمنع استبداد وهو أمر حميد لكن في ليبيا حقيقة يعني عندنا مثل يقول موش نقص على المشنوك للحلوة هو احنا فشلنا في أن احنا نصلح قاعدة دستورية نسير بها الانتخابات ما فائدة محكمة دستورية ليس لها دستور أصلا لها دستور ثم أن المجلس النواب وكما هو معلوم يعني في كل التجارب يجب أن يكون له يعني أساس دستوري يقوم على يقوم هذا الاختصاص مفقه لا يوجد في الإعلان الدستوري ولا في الاتفاق السياسي أي نص يبيح لمجلس النواب أن يقدم على هذه الخطوة التي يقدم عليه وبالتالي هل يعقل أن مجلس النواب الذي يصدر التشريع هو الذي ينتج السلطة التي تراقب هذا التشريع أمر غير ممكن أمر بصراحة غير متيسر وغير معقول وهو حقيقة نوع من استخدام الأسلحة البيضاء الليبيين يدخل منها وهو تجاذبات سياسية أتمنى أن لا يذهب معيدا نحن في حاجة إلى قاعدة دستورية في حاجة إلى انتخابات في حاجة إلى العودة إلى مصدر السلطات اللي هو الشعب ثم أي جراع في هذا الاتجاه لا يبيحه نص دستوري يعتبر هو العدم سوا أضرب مثال في التجربة المصرية إذا كان برلمان يحكي هذه التجربة المادة 191 في الدستور المصري العديد تنص على إنشاء هذه المحكمة مشروع الدستور الذي تم الشعظة في الباب الخامس مادة 135 تنص على إنشاء المحكمة الدستورية أما نحن اليوم أولا أن العلم الدستوري هش وليس فيه حكم يبيح ذلك نحن في حاجة إلى دستور في قاعدة دستورية ثم يمكن أن نتحدث على المحكمة الدستورية أما المحكمة الدستورية بهذه الأوضاع الهشة الحقيقة هي نوع من الذهاب في التجاذبات وأدخل القضاء في أتون معركة نتمنى كلها سيد دكتور خليفة أنت تشوف اليوم الأولوية للاتفاق وتقارب وجهة النظر حول القاعدة الدستورية قبل حتى أن يتم النظر في مسألة كمسألة المحكمة الدستورية اسمح لي أن أذهب لضيفي سيد ظو المنصوري وقبل أن أسأل ضيفي سيد ظو أستقبل وأرحب بسيد مصطفى دلاف عضو هيئة مشروع سياغة الدستور ولكن سأنتقل لأسأل ضيفي سيد ظو سيد ظو اليوم جبل الشيباني قال في جلسة اليوم وهو عضو في مجلس النواب قال أن قانون المحكمة الدستورية غريب وليس في وقته في ظل الانقسام السياسي وهو يوحي بأنه لا يخدم المصلحة العامة بينما رأاه أعضاء آخرون أنه خطوة وطنية اليوم هذا كان النقاش خلال الجلسة التي كانت اليوم على الهواء برأيك كيف ستكون تداعيات انقسام النواب حول مقترح عقيلة أولا شكرا لاستضافتكم والشكر موصول إلى المشاركين في هذه الحلقة ولمشاهدينكم كراما أنا حقيقة لا أستغرب أي تصرفات تصدر من هذا المجلس الذي سمي عبة المجلس النواب لأنه خان نيابة الشعب له في تقرير مصيره وأصبح عدوا لهذا الشعب من خلال عدة إجراءات قام باتخالها ها هو الآن يستغلها لكي ينشئ محكمة يحلل بها أو يشرعن بها كافة التصرفات المخالفة للمشروعية التي يقوم بها مجلس النواب أولا أن الوقت الآن في ظل انقسام مؤسسي بين كافة السلطات بين حكومتين وشرعيتين ومجلسين وها هو عجل صالح لم يرضيه ذلك فقط لم يبقى سوى السلطة القضائية ها هو يعمل جاهدا لإجهاض هذه السلطة ولانقسامها ولتدفيهها وللدخول إلى مراميها التي كانت مصونة على مدى سبعين سنة منذ أن نشأت المحكمة الدستورية في ليبيا عن طريق المحكمة العليا في سنة 1954 عجل صالح هو عدو للدستور وبالتالي فإنه لا يريد من هذه المحكمة التي سيصنعها توبا له إلا أن يهش بها على قصوم السياسيين وأن يجهض بها كل أحلام الشعب الليبي في حياة ديمقراطية يعني مثل بقية شعوب الأرض ألم يكتفي عجل صالح الذي أجهض مشروع الدستور الذي سر ماله منذ تلاتين سبعة 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 طال على مدى خمس سنوات ألم يكتفي عجل صالح من إجهاض حكومة أعطاها اليوم التنسية بمية وخمت وثلاثين عضو وبعد شهرين أفقط عنها هذه الرقابة بحيث أصبحت هذه الحكومة تصول وتجول بدون رقيب ولا حسيم الأولويات في التشريع هي مسائل في منتهى الحساسية وفي منتهى الدقة وبالتالي كان على عجل صالح أن يصدر قانون للسفة كان على عجل صالح أن ينسجم بعض الشهود الدولية التي تسعى إلى انتخابات وإلى تجديد الديمقراطية وإلى إعطاء الشرعية لمجلس النواب عن طريق الشعب الذي اختار مجلس النواب على مدى ثمانية عشر شهرا فقط منذ 2014 ها هو الآن يتجاوز الثماني سنوات هذا المجلس لا شرعية له وبالتالي فإن كل الإجراءات التي يتخذها تتصم بالدكتاتورية التشريعية طيب دكتور داو سنحكو أكثر بالتفصيل في هذه النقاط التي تحكي فيه لكن اسمح لي فقط أن أدب لدكتور سامي دكتور سامي استماعت لضيوفي التي تقريبا تتفق في وجهات النظر بالإضافة لهم اليوم أيضا اليوم سمعنا من وصفه ومن قال بأن ما يفعله البرلمان هو عبث إذ كيف لهم طرح قانون محكمة دستورية في ظل عدم وجود دستور أساسا بداية المساء الخير أستاذ انتصار ولأستاذ الضيوف لكافة أستاذ المشاهدين أعتقد أن الجدل سياسي أكثر من أنه قانوني لأنه كما تفضل الضيوف الكرام أنه لا دستورية للبرلمان ولا دستورية في إصدار هذا التشريع لأنه معظم أنه لا وجود لمادة تبيح للبرلمان أنه يشرع مثل هكذا تشريع في الإعلان الدستوري وهذا يعتبر تدخل بشكل مباشر في السلطة القضائية لأن هذا شغل السلطة القضائية صحيح أن أعلى سلطة في الدولة اللي هو رئيس الدولة أو الملك دائما في جميع الدستير في العالم أو جميع الدول في العالم الملك أو رئيس الجمهورية هو من يصادق على قرار تتخذ الجمعية العمومية للقضاء المجلس الأعلى للقضاء هو من يتخذ هكذا قرارات والملك أو الرئيس هو من يصادق على هذا القرار ونحن لم نرى مثل هذه الإجراءات ولا هناك أي نص في الإعلان الدستوري يبيح لعقيلة صالح بشكل منفرد أنه يتخذ كل الإجراءات التي اتخذها في طيلة هذه السنوات الماضية وهو جسم أبطلته الدائرة الدستورية ولهذا السبب أغلقت الدائرة الدستورية لسبع سنوات حاليا بعد أن حكمت ببطلان تعديل فبراير الذي أتى بهذا البرلمان الذي للأسف الشديد إلى غاية الآن سبعة أو ثمانية سنوات ونحن نعاني من هذا البرلمان وتدخلاته في كل شيء وإنما هو الأمر أساسا يرتكز على السياسة أعتقد أن السيد عقيلة صالح في إجراءاته سواء بتعيين الفصل الفصل ما بين رئيس المجلس العلاء للقضاء ورئيس المحكمة العليا حين عين السيد عبدالجوي أصبح رئاستين بدل كان رئيس المحكمة العليا هو رئيس المجلس العلاء للقضاء أصبح فيه رئيسين رئيس المجلس العلاء للقضاء ورئيس المحكمة العليا ثم في نفس الوقت عين 45 مستشارا جديد كلهم من أصدقاءه وذوي الحض ولديه. وهذا ثقل لعقيل الصالح في المجلس لعلى للقضاء. ونرىها الآن يتدخل بشكل مرة ثانية. ويعلن هذا أو يقر هذا القانون. أو يقترح هذا القانون الجديد. وهو إنشاء محكمة دستورية. في الوقت الذي هناك دائرة دستورية لازالت قائمة إليه من هذا. ولكن خشية عقيلة صالح أن هذه الدائرة الدستورية تبطل كل ما تقدم به من قرارات وقوانين كل سنوات الماضية. دكتور سامي سأعود لك بالتأكيد. لكن اسمح لي أن أذهب لضيفي سيد مصطفى أدلاف. سيد مصطفى اليوم برأيك في حال تم تنفيذ ما طرحه اليوم سيد عقيلة صالح. هل هذا يمكن اعتباره بمثابة تشكيل سلطة قضائية اليوم موازية في ليبيا وردا على تفعيل الدائرة الدستورية؟ دكتور مصطفى هل أنت في الاستماع؟ إلى حين إعادة الاتصال مع سيد مصطفى. أمرر هذا السؤال لدكتور خليفة. دكتور خليفة اليوم برأيك هل يعد إنشاء محكمة دستورية بمثابة تشكيل سلطة قضائية موازية في ليبيا؟ وفي نفس الوقت ترد على قرار تفعيل الدائرة الدستورية؟ في حال نفذ افترضنا تنفيذ هذا القرار من البرلمان؟ طبعا هو معام في تجزية المجزة وفي معام في الدخول في متاهات التجاربات وفي نقل هذه المعارك اللي كان القضايا معافة منها للاسا منها تنقل بواسط القانونيين يعني شهدوا شهدت ساحاته صولات وجودات لهم احنا من ناحية الفنية أقول لكي أن البرلمان ليس له نص يعطيه هذا الاختصاص وبالتالي أنا أعتبر أن هذا التصرف مجرد يعني مناورة سياسية أو أنها كما يمكن تكون خطوة استباقية لما تصفر عنه أحكام الدائرة الدستورية المجتمعة في المحكمة العلية والتي يعني لها أساس دستوري وأساس قانوني ثم حتى عندما من غلال مطلعتنا لقرارات اليوم المجلس نواب كثير من أعضاء النواب أشاروا إلى أن هذه خطوة من شأنها أنها تحدث القسام وتخلق سلطة موازية لا تخدم الوحدة الوطنية ثم أن البررمان هو أصلا لا يملك هذا الاختصاص تمنينا على البررمان أن يكف وأن يذهب إلى إنتاج قاعدة دستورية بالتوافق من مجلس الدولة والآن طرعتنا الأخبار أن هناك اجتماع بين الرئيسيين الذي هو المجلس النواب ومجلس المجلس الدولة لكن يبدو أن هذه مناورة جديدة أخرى من شأنها أنها تخلق شردمة في الكيان القضائي اللي حقيقة تعتبروه هو الجدار هو المجلس الأخير في حالة في حدوث في ميعد في ليبيا خاصة وأن هناك خطوات سبقت هذه الخطوات اللي هي أنها أصبحت رئيس المحكمة العليا ليس هو رئيس المجلس الدولة للقضاء والتالي أصبح هناك مكونات حقيقة غريبة لم تعاد ليبيا وليس لها وجود في القانون المقارن نتمنى أن يترك القضاء في حالة نتمنى السلطة التشريعية تحترم مبدل الفصل بين السلطات وأن تكفع هذه المسائل وهناك حقيقة يعني موضوعات تشغل ليبيا وتشغل المواطن الليبي الليبي الآن كحيان تعبان في قوتة وفي يومها وفي حياتها يعني إحنا الآن نقمح الانتخابات وهؤلاء المترسون في المشهد السياسي كل يوم يحلوا العقد اللي الآن في الفوال ما يضيفوا العقد أخرى لكن أرغم كل جهود المجتمع الدولي والقوة الوطنية والاجتماعية إلا أن المجلس حقيقة تفرر خاصة وهذه يقطة يدفانه إذن ترى بأن ما يقوم به البرلمان هو بعيد كل البعد عن واقع المواطن الليبي اليوم أيضا ذكرت سيد سيد خليفة أن لا ربما أن تكون هذه الخطوة هي خطوة استباقية لما ستصدره الدائرة الدستورية بخصوص قوانين بخصوص الطعون في قوانين الانتخابات وأيضا لربما هي منورات في ظل الانقسام الذي تعيشه البلاد اسمح لي أن أمرر هذا لدكتور داو دكتور داو اليوم هل ترى بأن قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا المغلقة من سبع سنين هل سيقحم القضاء في مهاترات سياسية أبدا لأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعني لها سبعين سنة وبالتالي فإن الاقتصاص الأصيل هو للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لأن هذه الدائرة نشأت بموجب دستور ألف وتسعمائة وقردين وبالتالي هناك أساس دستوري لهذه الدائرة بموجب الدستور القائمة القائمة عليها أما ما يعني 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 يقوم به العقيدة طالع هو خالي من أي مشروعية لسببين أولا لوجود لأي أساس قانوني في الإعلان الدستوري ليبيح لمجلس النواب التشريع فيما يتعلق بالجهاز القضائي ثانيا أن هذا الإجراء هو اعتداء على السلطة القضائية وسبق بالسيد عجيل صالح أن اعتداء على السلطة القضائية وقد سمه بأن أصدر القانون رقم 11 لسنة 2021 في إنشاء المجلس لعلى القضاء وأصبحت المحكمة العليا مستقلة عن الجهاز القضائي ولا رقابة عليها إلا إذا رأى عجيل صالح أن المستشارين في المجلس لعلى القضاء سيراقبون المستشارين في المحكمة العليا هذه أولا ثانيا أن نصوص القانون الذي عرض على مجلس النواب اليوم هو مشروع قانون يعني خالي من أي أساس يعني حقوقي لماذا نص واحد كافي لهدمه لأن النص المات 21 كما ذكر السيد عجيل صالح بأن الطعن أمام المحكمة الدستورية التي يتم تشكيلها من مجلس النواب يكون لرئيس مجلس النواب أو عشر من أعضاء مجلس النواب والرئيس الحكومة ولعشر من الوزراء في الحكومة وبالتالي فإن هذا النص هو مخالفا لحق اللجوء للقضاء ومخالفا لقواعد إشاء المحاكم الدستورية وفقا للتجارب حتى الدول المجاورة لا يمكن بالمطلق أن هناك محكمة دستورية انفرد جسم واحد بتشكيلها تنفيذي أو تشريعي أو قضائي لا بد من المشاركة في تشكيل هذه المحكمة حتى تكون محكمة دستورية تمثل كافة السلطات وتكون وإحكامها ملزمة على جميع هذه السلطات الإجراء الذي قام بعرضه عقيلة صالح اليوم هو إجراء تمييدا تمييدا للتأسيس إلى دكتاتورية تشريعية بعد أن انفرد السيد عقيلة صالح بتقسيم السلطة التشريعية إلى نواب ودولة وتقسيم الحكومة حكومتين إدبيب وبشاغة وتقسيم الجهاز القضائي إلى محكمة العليا وإلى مجلس أعلى القضاء ها هو الآن يصل إلى تقسيم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بأن تكون هناك دائرة الدستورية في المحكمة العليا وسوف نتعترف بهذا الإجراء ومحكمة الدستورية يصنع على مقافه للهش بها على خصومه والإتوقع الضربات التي ستجاده من الدائرة الدستورية طيب دكتور تو اسمح لي أن أذهب وأرحب من جديد بسيد مصطفى دلاف الذي انضمنا حالا سيد مصطفى استمعنا لرأي ضيفينا كلاهما يتفقوا في مسألة أن مجلس النواب يخلو من أي مشروعية وحقوق في اتخاذ قرارات وقوانين كهذه اليوم سنعرف أن الدائرة الدستورية تختص في الفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية فهل يجوز للبرلمان إنشاء جسم رقابي قضائي لمراقبة التشريع ألا يعد هذا تداخلا في السلطات عن والدوك الكرام والسادة والمشاهدين الأكارم وتحية لتور واس وزميلي أستاذ سام العالم وأضرها الدستورية أخي رجل مصر في البداية لا بد أن نعود إلى إعلان الدستوري حديثي الآن حديث قانون الصرح بعيد البعيد عن الجانب السياسي يعني يبين مدى عدم مشروعية وعدم صلاحية مجلس المواب لإصدار القانون لقص المحكمة الدستورية منظم المرتبات منظم الأشياء معينة لكن النشأة وتقوين والشروط لا بد أن تكون دستورية لا تكون كالكيحية المادة 31 من الإعلان الدستور المادة 32 أسمى لأن السلطة القضائية مستقلة وتتولها المحاكمة على أسئلات أنواعها ودرجاتها وتصبر أحكامها وفقا للقانون وقضاء مستقلون سلطان عليهم بقضائهم لغير القانون والضميع إذن هناك ركيزة أساسية ومبدأ جوني ومبدأ قانوني معترف به وعمود أساسي في الديمقراطية وهو مبدأ القصر بين السلطات بين السلطة التفريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية فلا يجوز لمجلس النواب أن يتدخل بإنشاء المحكمة الدستورية لأن ذلك مخالف للإعلان الدستوري ولمخالف للمبدأ القصر بين السلطات حتى لما نجول للدستور الملكي ماذا تقول المبدأ 141 كان كمثال وكأساس قانوني يمكن أن نرجع إليه والهيئة الدستورية في جلساتها قالت أن الدستور 51 الملكي مرجعية للإعلان تشكل المحكمة المدى 141 تشكل المحكمة العليا من رئيس وقضاه يعينون بمرسوم ويأذون اليومين أمام الملك أمام الملك وليهم هذا هي فكرة أعلى السلطة أما أن تضع محكمة دستورية أمام 200 نائب حقيقة شيء لا يقبله المنطق ولا يقبله القانون ولا يقبله العقل يعني ما تم إذا كان مجلس موار أراد أن ينسب القانون مخالف لبينشاء مكام عوريا فهو مخالف مدعي للإعلان الدستوري الذي ولد منه مجلس موار نعم طيب دكتور مصطفى أسمح لي أن أعود من جديد لدكتور سامي دكتور سامي اليوم مشروع قانون عقيلة صالح ينص على أنه لا يجوز الطعم بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو عشر نواب أو عشر وزراء كيف ترون هذه المواد طبعا وهذا المادة واحدة وعشرين في القانون المقترح وللأسف الشديد أن هذا ليست دكتورية وإنما قمع قبل أن نعرف أننا دائما جاء من حكم العسكر ولكن للأسف الشديد أصبحت الدكتورية من حكم البرلمان والسؤال الذي يطرح نفسه الآن يا أستاذ انتصار يعني وين السيد محمد المنفي والمجلس الرئاسي هو أعلى سلطة إلى غاية الآن ويملك حسب الاتفاقات السياسية الدولية يملك سلطة حل البرلمان وحل المجلس الأعلى للدولة إلى غاية الآن السيد المنفي يعني ما غيراش منه حتى كح قال لي قاعد حي ولا قاعد فايق للأسف إلى متى يعني يبقى هكذا المجلس هذا نتكلم عن الشق السياسي الآن لأن ليبيا أصبحت ليست على شفح أفرة دكتور سامي تتساءل عن دور المجلس الرئاسي في هذه المرحلة ومن كل ما يحدث من مستجدات سنكمل هذه الفكرة ولكن اسمح لي أن أذهب لهذا الفاصل ونعود مشاهدين فاصل ونعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر من جديد مشاهدين أهلا بكم في هذا المساء في هذه الحلقة التي نخصصها للحديث عن الجدل القائم في قضية مشروع قانون المحكمة الدستورية هذه أبرز ردود أفعالكم حولها نبدأ من جديد في الجزء الثاني من تعليقاتكم مع فرج سعيد يقول لابد من تفعيل الدائرة الدستورية لأنها هي الجهة الوحيدة والمخولة بعقاب مجلس النواب والدولة وبطلان قراراته الغير شرعية في تعليق آخر لسالم صلاح يقول كل من يرفض إعادة تفعيل المحكمة الدستورية فهو لا يريد دولة القانون بل يريد دولة الفوضى أما فرج البصير يقول كان في قضاء في ليبيا راهي مضاعت ليبيا وانبعث ظهور الشعب للشارع تعليق آخر من إبراهيم عبدالعزيز يعتبر فيه أي خيار بدون جيش موحد لن ولم ينجح أما مرام عزاز تقول والقضاء 11 سنة لم نسمع صوتهم تدوينة الختام مع أحمد السويح ليقول فيها من ليبيا يأتي الجديد يبوا دولة من غير قضاء وبعدين يقول لك ليبيا دولة فاشلة أما لأن مشاهدين نعود لاستكمال لنقاشنا مع ضيوفي كنت قبل الفاصل توقفت معك دكتور سامي وكنت تسأل عن دور المجلس الرئاسي وغياب سيد محمد الميفين أسمح لك تكمل فكرتك بهذا الخصوص شكرا بك أستاذ أعتقد أن المجلس الرئاسي للأسف الشديد غاب دوره كثيرا منذ فترة رأينا التعديات الصارخة من عقيلة صالح ليبيا ليست كما بديت ليست على شفر حفرة وإنما في داخل الحفرة وقريبا من قاع الحفرة للأسف هل عقيلة صالح سيوصلنا إلى تفتيت الدولة إلى دولة هل نعود إلى العصور الوسطى حتى العصور الوسطى كانت فيه نوعا ما فيه حكم القبيلة أو حكم الأعراف اللي ماشية في الدولة ما بالطريقة هذه عقيلة صالح يمنع أي مواطن أن يرفع قضية هذه مشكلة كبيرة في سنة 1954 الدائرة الدستورية حكمت بمطلان المرسوم الملكي أو الأمر الملكي بحل المجلس التشريعي الترابلسي رفح السيد علي الديب وهو مواطن ولا يمتلك أي صفة رسمية رفع قضية ضد مرسوم ملكي وكسب القضية وحكمة المحكمة بمطلان المرسوم وتحميل الملك مصاريف القضية فكيف عقيل صالح يعني يخلي فقط الطعن لصالحه هو وبعض النواب عدد محدد من نواب وعدد محدد من الوزراء أو رئيس الحكومة يعني هو الطبخة هذي يديرها هو وجماعته يظل بدل خمس سنوات تانية ممكن حتى خمسين سنة تانية الله أعلم إلى متى يطمع عقيل صالح أنه يستمر في الحياة إذن مشروع لمحاولة إطالة أمد وجود هذه الأسماء والشخص السياسية اليوم دكتور سامي اسمح لي أن أعود مجديد للدكتور خليفة دكتور خليفة خليني نسألك عن بنود القانون اليوم يعني لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو عشرة نواب أو عشرة وزراء كيف تشوف هذه البنود سيد خليفة والله أنا حقيقة كنت أتصور أنا قرأت هذا الأمر ولم أصدق ما قرأت يعني بصراحة يعني مش معقولة يعني هل يجب يعلم المشاهد أن المحكمة الدستورية تراقب صحة التشريع الصادر على البرلمان هل يؤقل أن يخول حق تحريك الدعوة لأيس البرلمان الذي وقع القانون أو عشرة من البرلمان أو عشرة من حكومة أما الخير معقول في كل العالم تنعقد الدعوة لكل تنعقد له توفر له المصلحة الشخصية المباشرة في تصحيح القوانية في تصحيح الأوضاع القضاء إداري يصحح القرارات وفقا للقانون المحكمة الدستورية تصحح الأوضاع وفقا للدستور وبالتالي فإن الخصم في الدعوة الدستورية هو مجلس النوار ليس معقول يجعل رفع هذه الدعوة يكون هو الخصم هو الحكم هذا عمر غير مقبول ثم أن يعني ما يعزل ذلك أن هناك شروط شكلية إذا كان الوثيقة الدستورية الآن الموجودة رغم سوقها وشاشتها هو الإعلان الدستوري 2011 في الإعلان الدستوري يشترط إحداث أي تعديل الدستوري بنسبة موصوفة ثلاثين إذا كان هناك مسوّغ فينبغي يعدل الإعلان الدستوري حتى يعطي المجلس حق هذه المحكمة ثم بعد ذلك يمكن أن يصار إلى استشارة الجهات أما بهذه الطريقة المشوهة السيئة التي يعني تبعث على القرف لا يمكن يكون ولا يعني يبرر المجلس أنا لا أتحدث عن أخي عقيل أنا أتحدث عن المجلس وأنا سمعت وقرأت اليوم أصوات كثيرة منهم مفتاح قوية دير ومجموعة من القانونيين والوطنيين لم يضط ذلك وقالوا أن هذا القانون سيقرأ على أنه ردت فعل استباقية ما قد يصفر من دارة دستورية في المحكمة العليا من أحكام تجاه شرعية البرلمان نفسه وبالتالي هو سلاح أبيض الآن يستخدم في معركة سياسية لذلك يعني نحن نتمنى أن حتى إحالت لي إلى إدارة القانون والمحكمة العليا والمجلس على الدولة ووزارة العدل أي وزارة عدل الآن عندنا حكومتين حكومة الليبية التي يعترف فيها البرلمان ولها مؤسساتها والحكومة الوحيدة الوطنية التي لا يعترف بها والتي يقع المحكمة العليا وإدارة القانون وإدارة القضايا في إطارها أي يوم يقصد صراحة يعني حبر على ورق أتمنى أن يعود إلى رشد مجلس النواب هاي المحكمة الدستورية اليوم إحنا قتلك الليبليين زي موشناقص على المشنوق اللي الحلوى إحنا نبو محكمة دستورية إحنا نبو قاعدة دستورية ومش معاش طبعين في دستور نبو قاعدة دستورية أو وعدة صيرة إحنا نمش في الانتخابات طيب دكتور خليفة بس اسمح لي اسمح لي ناخد رأي الدكتور داو في نفس النقطة هذه وفي نفس الإطار يعني اليوم طاعا لا يجوز إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو من عشر نواب أو عشر وزراء دكتور داو أولا هذه ثالثة الأتافي السيد عقيلة صالح خالف كل الإرت القانوني الذي صارت عليه الدولة الليبية منذ دستور الاستقلال سنة 1951 وأول حكم دستوري صادر في سنة 1954 وليسمح لي نستاذ سامي العالم بأن المرحوم عديد ديب كان رئيس المجلس التنفيدي وليس مواطنا عاديا وبالتالي عندما صدر الحكم الدستوري بإلغاء المرسوم الملكي بحد المجلس التنفيدي قام الملك رحمه الله بتنفيدي ذلك الحكم مباشرة أما أن يعني أن تسمح بأودنيك أن تسمح بأن مجلس النواب وهو السلطة التشريعية يقرر من يقوم بالطعن على التشريعات التي يظهرها رئيسة أو عشر أعضاء هذه لم يعني حادثة يعني لم تسجل في أي دولة من دول العالم التي تعيش في القرن ما قبل القرن الأول عكيلا صالح لا زال يعيش الماضي ولا زال يحلم بدكتورية القبيلة ودكتورية الشخص وبالتالي أنا لا يسعني في هذه السامحة إلا أن يحيي وأشكر وأتني على كل أعضاء مجلس النواب الذين عارضوا هذا المشروع ودكروا بالحرف الواحد بأن هذا المشروع سيساهم في تقسيم ليبيا وأن هذا المشروع لا يأتي في سلم الأولويات مجلس النواب هم لك أولويات تسبقها وكذلك فإن السماح بالطعن أمام دائرة المحكمة الدستورية لرئيس من السلواب وعشرة من أعضائه ورئيس الوزراء وعشرة من أعضائه هي السابقة ستدخل التاريخ لماذا؟ لأن المحكمة الدستورية في ليبيا استقر قوائها منذ إنشائها على أن لكل دي مصلحة والطعون الدستورية لأن ستتعلق بالتشريعات والتشريعات نافذة على كل الليبيين كل الليبيين لديهم مصلحة في الطعن على التشريعات الطاقرة عن منذ النواب ولا يختصر الطعن على رئيس منذ النواب وعشرة من أعضائه أو رئيس الحكومة وعشرة من أعضائه كان على مجلس النواب أن يرتب سلم الأولويات وأن يحدث تفاهم بين الليبيين لا أن يقضي على آخر شمعة تضيء في هذه الغرفة والسلطة القضائية ليعمل على تفتيتها قانونيا رغم أنه فتتها تشريعيا بإنشاء شثم جديد مواذي للدائرة السرية بالمحكم العليا تحت المحكمة الدستورية ويعينها وحدة يعني رئيس مدد النواب ويرفدها بمجلس آخر تحت مسمى آخر يضع فيه كل المستشارين وأصدقائه وأقربائه بدون تحديد لهذا العدد أو تحديد لمهام هذا المجلس المواذي للمحكمة الدستورية في سابقة لا وجود لها في أي المحكمة الدستورية في العالم نعم طيب اليوم تقريبا ضيوف جميعكم تتفقوا في نقدكم القانوني والدستوري لمشروع الذي طرحه سيد عقيلة صالح اليوم اسمح لي ننتقل لسيد مصطفى دلاف سيد مصطفى فراغ المحكمة العليا من كل مهام الدستورية وتحويلها لمحكمة نقد برأيك ما مدى قانونية هذا المقترح وكيف كان أداء المحاكمة الدستورية في مقابل محاكمة النقد في تجارب دول أخرى دعنا نقول الحقيقة يعني ما تم اليوم برأيك لمشروع الدستور يعني أنا متأكد تاريخيا كان تم هذا المحكور في مدان أعضاء مجلس النواق تاريخيا الذين موقعوا على هذا المسؤول وعلى هذا المحكور هذا مدائيا يعني تعقيبا حتى على بداية الحديث من الأول أولا الفكرة نطلع المختصر على أشخاص معللون بصفات عم وعب أو بزراء ومجلد مخالف بالمجل الأولى للمتالان الدستورية دولة ديمقراطية مستقلة الشعب فيها مصدر السلطات والسلطة ليناك شعب مثل أنت عبارة عن وكيل تمثل عضو مجلس النواق تعبر عن رقب لكن هي انتهاك لهذا جانب أيضا المادة ستة من الإعلان الدستوري تقول الليبيون سواء أمام القانون ومن تساوون التمتع بالحقوق المدني وسيطية طيب وهذا ما اتفق عليه ضيوفي تقريبا سيد مصطفى طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مجددا مع سيد مصطفى أعود لدكتور سامي دكتور عقيلة صرح أنه لا يثق بالدائلة الدستورية في الغرب وسينشئ محكمة دستورية في بنغازي إذن نحن أمام انقسام للجهة القضائية كيف ستكون تداعيات هذا الانقسام الجديد على المشهد السياسي وأنت ذكرت الرئاسي قبل قليل ودوره أعتقد السؤال الذي يطرح من يثق في عقيلة صالح هو في شخصه يعني رجل إلى غاية الآن أن أغلب النواب يمتعد في النواب الذين يصوتون لصالح قراراته وقوانين يثقون فيه يعني مش كلهم في كل الأوقات يثقون فيه البعض منهم يثق فيه ويأغلب قرارات عقيلة صالح نراها أن قالوا هذا في القناوات يعني على هوا مباشرة قالوا أن عقيلة صالح يتخذ في عديد من القرارات في مربوعت في القبة بدون أي اجتماع للبرلمان ويستند إلى الجلسة المفتوحة للأسف الشديد هو طبعا بحكم أنه مستشاف القضاء إلى غاية الآن البرلمان يجتمع بنصاب جلسة مفتوحة منذ كم سنة يعني لأن لم يرفع الجلسة وفيها كان نصاب فيتخذ قرارات كما يريد وللأسف الشديد هو كل ما فيها نحن في ليبيا الآن هو موضوع سياسي صرف يعني بعيدا عن القانون لأن قانونيا هو البرلمان فاقت للشرعية والقانونية وجميع الأجسام كلها فقدت أهليتها وفقدت قانونيتها في ليبيا ويعني حتى أعطوها جرعة بالاتفاقات السياسية هم نفسهم نكتوا بهذه الاتفاقات وضيعوها ابتداء من اتفاق الصخيرات اللي أحيى البرلمان وأحيى المجلس العنى للدولة نرى أن أم البرلمان لم يضمن هذا الاتفاق كاملا في الإعلان الدستوري في المدى 31 في المدى 30 من الإعلان الدستوري يعني الأسف الشديد لغاية الآن قاعدين في دوامة يعني دوامة مصالح شخصية في العلن كلهم متخاصمين أما في الواقع كلهم متفقين ويجتمعون يعني في عديد المناطق ويعني لأن في مصالح مشتركة للبقاء يجب أن يتخالفوا في العلن أما في الحقيقة هم متفقين هم متفقين يعني يستنسفوا خيرة ليبيا متفقين أن للأسف هل من الحق أو من القانون للسيدة أقيرة صالح والسادة النواب اللي معاه لمنتهية صلاحيتهم منذ سبع سنوات هل لهم الحق أنهم يقروا قانون تقاعد خاص لهم أنه يستمر ياخد 16 دكتور سامي دكتور سامي خليني بس نرجع من جديد نتعمق في الشق القانوني اليوم مع الدكتور خليفة دكتور خليفة يعني محكمة النقد لو تحدثنا حتى على مستوى تجارب الدول الأخرى هل إفراغ المحكمة العليا من كل مهامة دستورية وتحويلها لمقدة محكمة نقد ما مدى قانونية هذا المقترح اليوم هذا أمر غريب عجيب هو شيء يعني ما يعزز أن المشروع يعني يحمق القسام هو النص على أن مقرها بنغازي مع تقطير البنغازي يعني مدينة تاريخ الحضارة معظم من حاكمة الدستورية مثلا في مصر المدوعة تسجيل يقول مقرها مدينة القاهرة عادتا تقوم في الحواسط وتقوم الجمعية العمومية على شؤونها ويعين رئيسها رئيس المحكمة ونوابه رئيس جمهورية يعني هناك نأي من المشرع الدستوري أن يدخل السلطة التشريعية في أتون هذه المسألة لأن المحكمة الدستورية تراقب صحة التشريعات التي يصدرها البرلمان وعادة المحاكمة الدستورية هي من درجة واحدة من درجة واحدة كيف تكون المحكمة العليا يعني هي كيان مستقل لا علاقة له بالمحكمة سوى تتحول المحكمة كأعلى درجة والمحاكمة التي تتبحها محاكم جرائية ومدنية وأحوال شخصية وما لذلك أما المسار الدستوري الآن هو بالوضعية التجارب التي تعمل فيها المحاكمة الدستورية الشأن الدستوري كله يقول من درجة واحدة للمحكمة الدستورية نحن الآن ليس لدينا الاشتراطات وليس لدينا البيع وليس لنا ولا تخطب لنا الظروف وهذه الخطوة حقيقة قرصة في الهواء نشكر كل الوطنين الذين اعترضوا عليها ونتمه أن يتم مراجعتها لأن نحن نريد لهذا القضاء أن يلمل مطرافة وأن يكون كيان واحد على رأس المحكمة طيب دكتور خليفة بس دهمني الوقت خليني نختم مع دكتور ضو دكتور ضو إلغاء دائرة دستورية تابعة للمحكمة العليا بها مستشارين وقضاء بها خبراء كفاء ووضع محكمة دستورية تتكون من 13 عضو يعينهم مجلس النواب هل هذا مستحيل التنفيذ أم أن عقيلة قادر على فرضه باختصار لو سماحت دكتور ضو أولا هو السيدة عقيلة استمرأ حالات الخلوع والهيمنة حتى على أعضاء مجلس النواب ولكن أنا أنضم إلى ما ذكرها لدكتور خليفة الحواس بأن السيدة عقيلة كان يخشى من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا أن تجه كل 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 أحلامه في إحكام السيطرة الكاملة على كافة السلطات وأن يكون حاكما أو حدا هل هو قادر على تنفيذها اليوم رأينا في في أعتقد بأن حالة الخلوع في أعضاء مجلس النواب في مواقف سابقة هو لعب أساسي في المشهد الليبي وفرض قرارات في مواقف سابقة مثل الحكومة تنفيذية مثلا وفرض حكومة باشاغة بالتأكيد هو لم يستطيع فرض حكومة باشاغة حكومة باشاغة يريد أن يضعها تحت إبطه ولكن الإجراءات التي اتخذها في تشكيل هذه الحكومة لم ترضى لم يرضى بها المجتمع الدولي وذكر الناطق الإعلامي بأنها خالية من الشفافية والنزاعة العقيلة صالح لا يتخوف بالمطلق إلا من الدائرة نأسف لانقطاع الاتصال معك وعلى كل حال دهمني وقت البرنامج أشكرك جزيلا شكر سيد ضوء المنصوري المحامي بالمحكمة العليا وأشكر أيضا جميع ضيوف الدكتور خليفة حواس عميد كلية القانون بجامعة السرط وأيضا الدكتور سامي العالم مختص الدستور والباحث السياسي وأيضا الدكتور مصطفى دلاف عضو هيئة مشروع الدستور عن مدينة البيضة وأستاذ القانون العام الشكر موصول لكم مشاهدين وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر